ولا يريد أن يفرض رأيها لما يترشح المشير عبد فتاح السيسي وحسب كلامك سيد مصطفى بكري لجأ إليه المصريون في هذا الظرف الصعب من تاريخ مصر هل تتوقع أن يبقى فيه عملية ديمقراطية وانتخابات تنافسية مع مرشحين آخرين أم تقول لي اليوم أن المصريون قرروا أنه هو ووحده ولا يعني مش عايزين لعبة الانتخابات دي دارا لو كان هناك طرح قبل ذلك بأننا ننزل ونكلف الفريق أول عبد فتاح السيسي ليتولى إدارة الحكم هذا الطرح مرفوض بنا أساس لأنه ليس معقولا بعد كل النضال للمصريين من أجل أن تكون هناك انتخابات رئاسية تنافسية نأتي ونقول نكلف الفريق السيسي رفض شعبيا نرفض هذا الكلام من أساس الطرح الشعبي هو انتخابات حرة ينزل فيها المشير السيسي كمرشح شأنه شأن أي أحد آخر وتكون كل وسائل الإدارة والإعلام والدولة في حيدة كاملة نحن نريد دولة محايدة إذا انتخابات تنافسية من حق أي حد أن يرشح نفسه وينزل قدامه بقى ينزل اللي ينزل ينزل وعلينا وعلينا ورشح إسلامي أستاذ مستطفى أي حد أنا أريد أن أعرف أي حد تنطبق عليه الشروط أي حد ليس طرفا في ممارسة إرهابية أي حد ليست عليه قضية محددة من حقه أن يرشح نفسه يعني حد تنطبق عليه المعايير التي تقبلها اللجنة العليا للانتخابات التي تقبلها اللجنة العليا للانتخابات وهل المرشح يعني أنت عضو في جماعة إرهابية مش ممكن حقبال بيك يعني إذا كنت عضو ومعروف أنك عضو وأنا اعتبرت الجماعة هذه جماعة إرهابية كيف أقبلك وأنت عضو فيها طيب يعني مين أبرز الأسماء اللي ممكن تتوقعها أنا حتى الآن أستطيع أن أقول أنه في عدد من الأسماء موجودة في الأستاذ حمدين صباحي موجود الفريق سامي عنان يعني لم ترد على لسانه حتى الآن كلمة أنني سأترشح وإن كان في بعض من يقولون أنه حملتهم يؤكدون أنه سيترشح ولكن هو شخصيا لم يقل حتى الآن أنه سيترشح وأنا أيضا بهذه المناسبة أنا أيضا بهذه المناسبة أطالب بالكف بالكف عن توجيه الانتقادات لأي أحد والفريق سامي عنان بغض النظر عن ينزل أو لا ينزل الفريق سامي عنان شخصية وطنية الفريق سامي عنان كان له دوره الفريق سامي عنان رجل في النهاية ليس عليه شيء حتى الآن لا يمكنك أن تنسيو الإنساء